النهاردة من الحادث برضو كان فيه جسد محامي كان برضو زوجته وزويه وجهه مجموعة من البستات للبحث عنه وبعد 54 يوم من البحث عنه وجدوا جسدته النهاردة في أحد أماكن على نهر الجيزة وبالتحقيقات وزوجته قالت أنه قبل ما يختفي قال لها أنا هنتحر يعني كان الرجل واضح يعني لأنه مش عارف أسدد ديوني طبعا يعني محامي مصطفى ألف وجد ملابسه ملقعة ضفاف النيل وجسدته استخرجوها النهاردة بعد 54 يوم من اختفاء أو ده برضو درس يعني أنت حتى لو ضقت بيك السبل وانت عشان كده يمكن طلعت الفتوى بتاعت أن الانتحار حرام لوزير الأواف عامل بحث في الموضوع ده يعني ضقت بيك السبل واختنقت ويعني باب ربنا مفتوح يعني إنما تؤذي نفسك وتتخلص من حياتك في الآخر يعني مش عارف أقولي بصراحة إنما يعني مش كل واحد مر بأزمة أو تدين كل ناس بتدين وبتمر بأزمات وبتقوم وتقع وتقف لازم يبقى فيه صلابة أكتر من كده وفيه نضج أكتر من كده خصوصا أنك أنت يعني محامي يعني تدافع عن حوق الناس طبعا أنا مش عارف حالته إيه قبل ما هو بيقول إنه هو يعني كان عنده عليه مبلغ أكتر من مئة ألف جنيه ولا مئة ألف دولار مش عارف آه مئة ألف دولار وليكن يعني في الآخر إيه يعني أنت قتلت نفسك وسبت أسرة ويعني ربنا بقى يتوليك ترجمة نانسي قنقر